السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واخوة اخواتي اخواتي كثيرا لبساركم بخير هاني ينكركم زيانين ستمنىكم قاعدكم باخر وعلى خير فانما كنتو تشاهدو هذا الفيديو مرحبا بكم معي فيديو جديد فيديو ديال اليوم ما جيت ان شاء الله سنتقاسم معكم التحليا في الهاشوار اللي كتجي اكتر من رائعة كتوجد بسرعة لديدة بزاف غدي تحتاجوها ان شاء الله بزاف رمضان كيفما كنعرفو الان رمضان على الابواب ما بقالوا والله يدخلوا علينا وعليكم ان شاء الله بصحيحة والسلام وباش ما كتتمنوا فاليوم ان شاء الله سنتقاسم معكم هالتحليا اللي ستنفعكم بزاف رمضان كيفما اصبقوا وذكرت معكم كتزيل ديدة بزاف وعلى صراحة فقبل ما نبدو الفيديو ديانك فيما العادة منسوا الصلاة على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومحمد وعلى آله واصحابه اجمعين ايضا اخواتي متساونيش اشبه احضر لايك على الفيديو وانتو ما كتفرجو ولكتو الاول مرة تشاهدوا الفيديو فكنا نقول لكم مرحبا بكم في قناتي وقناتكم معلكم ستشتركوا فيها وتشغلوا الجرس باش بقوا توصلوا كل ما هو جديد ما تنسوش تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا معي جميع المراحل الى لها واندوزوا دباع الطريقة والمكونات مع بعديتنا فباسمي الله على بركتي الله غدي نتكر معكم المكونات والطريقة اضع الكاثرونة او اللقينة نضع فيها نص سترون من الحليب من بعد وضعت فيها معلقة كبيرة من الناشا او الميزينة الميزينة يمكنكم تعوضها معلقة البقيق من بعد نضيف جمع القكبار من سكر ساندة او سكر الخاشين وايضا نضع الفلون بالنكهة الفراولة او الفريز سوف نضيف تحليه مليح على البارد ومن بعد نضيفها على النار حتى تغلي حتى تسخن و تغلى سوف نأخذها هنا كويسات و لازليفات سوف نضيف تحليه حتى تغليه سوف تصبح شوية خاتر حتى تبرد خمسة دقيقة و من بعد ندخلها للتلاجة سوف نضيف ساعة برد لا تأخذ مدة طويلة في البرد سوف نأخذ الهاشور و نضيف الكيمياء من الفراولة او الفريز من الاحسن في المجميد هذا اللي اضيف من الفراولة او الفريز من المجميد سوف نضع الكيمية معقولة من الفاره وكيف ما لاحظت معي ومن بعد ايضا سوف نضع جوج حبات من الموز او البانان من الافضل بالنسبة للموز يكون طيب يعني ما تستخدموش داك الموز اللي كيكون باقي يعني قاسح يعني باقي خضر كيف ما كان قولوه من الاحسن يعني لا في التحليات ولا بالنسبة للعصائر تستعملو الموز اللي كيكون طيب بالمضاء يكون جيد ويعني كيكون حلو ما تحتاجوش سكر معه صفي هنا مبعد ما كان نقودوك جوج حبات داك الموز كنوضعوهم وايضا غدي نحتاجو هنا واحد العلبة داك الياغورت بالنكهة داك الموز حتى هي عندما بالنسبة للا درتو في الطبقة الاولى يعني بالنسبة لتحليات الاولى او الطبقة الاولى يلا بغيتوا تديرو فيها فلوغ داك الموز فبالنسبة لهذا الياغورت هدا غدي تديروه داك الفارولة مهم كيبقى لكم الاختيار انا استعملت طبقة الاولى بالنكهة يعني درت فيها الفلوغ داك الفارولة وهنا درت يعني ياغورت بالنكهة ديال البانا صفي غدي نوضع داك العلبة داك الياغورت ومن بعد بالنسبة للموز صراحة انقطعتو هنا يا انتوما حاولو انكم تقطعو في الاول وضعتو بحلقك ومن بعد اولي تقطعتو صافي وغدي نطحن كل شي مزيان ما غدي نستعا خدمو لاسكار لاولو انا خليتها كيفما هي حيث فيها الموز حلو حتى بالنسبة لياغورت حتى هو كيكون حلو وبالنسبة للتحليه اللولى يعني درت فيها جمع القي كبار يعني حلوه ما بغيتش نزيد السكار يبقى لكم عينيكم مزيانكم بالنسبة للحلاوة يمكنكم توضعوا السكار حتى فادي صار حزن انا كتعجبني بحال هاكا بالنسبة للفارولى را اختاري ذاك الفارولى اللي كتكون طايبة يعني ما كتكونش حامضة كيفما كنقوله كتكون طايبة هي اللي استخدمت صافي ومن بعد مما كنوضع ذاك المكونات في الهاشور كناخد الهاشور وكنحاول انطحنوهم مزيان في الاول كنطحنو غيف الواحد ومن بعد عاد كنضيرو في الزوج يعني كنطحنوها مليح حتى كتصبح بها تشكل هادا كما موضح معكم في فيديو كتجي وعرة صراحة خاطيرة كتجي ده تحليه هادي وعرة وعرة صراحة كتجي خاطيرة كتتحضروها للفطور ولا الصحور كتجي وعرة خصوصا للصحورة كتتاخدو منه واحد الكويس و واحد سليفة يعني كتعطيكم صراحة طاقة نهار كله خاطيرة ضروري ما تجربوا واحد فغيموا كتجي وعرة بزاف انتم ما محتاجين لحليب لو يعني غاد مكوينة هادو كتجينا خاطر يعني قاسحة فقط الفراولة او الفريز يكون عدنا في المجمد باش يعني تجيكم في هاد القوام هادا ما تستخدموش الفراولة يعني غير هاك كاك دارور الفراولة ما توضعوها في المجمد باش يجيكم خاطرة بهتشكل هادا اللي كتلاحظوا معاي في الفيديو صفي هنا يا من بعد ما كتبردنا التحلية الاولى او الطبقة الاولى هي هادي بعد ما كنخرجها من تلاجة كنخليوها بطبعة الحل حتى كتبرد وكتشد فراسة كما كنقولو ومن بعد كنوضعو لها طبقات ثانية ديال الفراولة والموس اللي حضرنا هي هادي صفي قدي نعمر الكويسة ديالي بهتشكل هادا هانتو مهنا بعد ما كنعمروا الكويسة ديالنا شوفوا معاي را كتجي ما شاء الله ووعرة غدي تتحماقوا علي هانتو موليداتكم ان شاء الله وغدي تتعجبكم بسف وهذا هو الموسيم ديال الفراولة نستغلو هاد الوقيت هادي خدوا منوها كواحد الكيمية وديروها في المجمد وبقوا وديروا لي هاد تحلية دي فرماضان را كتجي خاطرة في الماضاق ديالها وسهلة وسريعة في تحضير بالنسبة لزين خديت هنا واحد طريفة ديال الموصفية وكنوضعوهم بحلاكة دوائر يعني ديال البانان ومبعد ايضا غدي نوضع وريقات ديال النعنى مو يمتزين كيبقى اختيار يقدموها لي غير هاكك الاهم هو البناء ديال التحلية كدي صراحة ثاني ووعرة بزاف نتمنى انكم تجربوها باش تعرفوني علشك نهضر فاخوت اخواتاتين تمنى الى جربتوها وعجبتكم تبارتاجوا الفيديو مع اخوتكم وصحابكم مع جعل الناس اللي كتعرفوه فضلا وليس امرا الى كتجدادوا الاول مرة كتجدوا للفيديو ولكتجدوا للقناة سوف نقول لكم مرحبا بكم في قناتي وقناتكم معلكم بغتشتركوا فيها وتشغلوا الجرس باش وقعوا توصلوا بكل ما هو جديد لا تبخلوش عليا بلايكات ديالكم تعالكم الزوينة المحفزة على الفيديو ونتمنى من كل القلبي انا الوصفة اللي كن باختاجي معاكم يكونوا كي ينالوا الاعجاب ديركم وهدي تحلية ديال اليومة تحلية اللي جد بسيطة وولاديدة جدا وكتجي صراحة راقية كما قلت لكم كلكم تحضروها الفطر او الصحور راه في الساعة كتوجد مكتاخدش مدة طويلة في تحضير ديالها ومكونات تقريبا راه بسيطة يعني مكونات ما فيه شي مكونات اللي كتيرك في مكديكو وكتجي خاطيره في الماطق شوفو هنا يا غد ان شاء الله غد ان تدوق معاكم واحد الكويس هنرى وليداتي كيعينوا غير فوقاش نسالي معاكم تصوار باش ياخدوه صار حسن كتهبلهم هد تحلية ديال فارولا كيحماقوا عليها ويلا بغيتوني نتقاسم معاكم يعني تحليات اخرين فمعليكم غير تخليوها لي فليكو مانطق عندي عدة تحليات بزاف ديال الماضاقات بزاف ديال الاشكال من التحليات خليوها لي فليكو مانطق انتو ما شوفوا لي اياه على هداء الضغمة هادي كما كان قولوا راح ما يمكنش حلكة تزي بنينة بزاف وعلى صراحة فانتمنى تعجبكم وتشربوها وترضو لي اياه صفات جديدة ان شاء الله اسلام عليكم حسنًا انت